عدل مأمور نجمة حفاظة مرمى نادي الزمالك والمديب الفني لحفاظة مرمى بتاع النشئين في الوقت الحالي طبعا حضرتك سنع أجيال في حفاظة مرمى في مصر في البداية كان عزيزيك تكلمنا كانت بدايتك مع نادي الزمالك إزاي انتقالك للنادي كانت تم إزاي فترة الفترة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كأي لعب بالناشئ صوير بيبتدي حياته في التدريب في الكرة في الشارع كل مؤعظم الناس حتى في أوروبا في أمريكا برازيل ناس كلها بتتدي في الشارع كلها وبتدي تظهر الموحبة هنا في الوقت كان عندنا فرقة بنلعب بيها في الحي بلاء أبو العلا اللي هو يتخرج لعيب أقوار زي كابتن زاكي عثمان كابتن أبيروسيل الله أرحمه كابتن أحمد مصطفى وناس كتير جدا كابتن مصطفى رياض ناس كتير جدا خرجوا من الشارع ده وتليعب الشارع على المكان اللي هاني ده كنت بقى لعب مرة مع فرقة اللي هي اللي كنا عملينها اسمها في النجوم الطالبة أنا كنينها طالبة في الوقت ده كنا بنلعب دورات في الصيف في أكتر من مكان حاولين المكان بتعبولاء دوت كله فانتشافني أحد لا كان حارس مرمى في نادي المياه الخير اسمه الله أرحمه عب عزيز شحاته فقال لي انت ممكن ترعب في نادي المياه ده نادي درجة تانية ياريت تيجي معي وشوف انك حيعاقبه بيك جدا ان انا كنت بعمل مشارات خرافية بكلات الشارع بالبداية هاداك كنت حارس مرمى كنت قوم الحارس مرمى انا ملعبتش في فيرويد كلها في المدرسة ايه اللي حبيبك فيها يعني ليه تطرف تحرصت المرمى لان حارس المرمى ليه ستايل تاني بديه حرقات بيمسي القرى بيترية معينة ليه لبس معين يعني غير اللعيبة وعدين بيبواقف في مكان بيقدر يتقلق فيه ويتحرك فيه بيعمل بيدي شو بيعمل شو غير اللعيبة التانية اللعيب عادي انما الحارس ما بيطلع كورا بيتكلم عنه الناس كتيرا يعني مين اللي كنت شفته مثلا فقلت انا عايزة بقى زي الحابس الفلان هو ده مسلك القاعدة مثلا لما كنت عدك سواب كان ساعتها كابتن السامير محمد عليه وكان فيه كابتن طلعت نادي الترسنة اللي انا اصلا ترسنوي من الاصل بعدين زب الكاوي فالمكان لما نعبت ده وروحنا نادي المياه قابدني هناك الكابتن الليوي بتاع المصري معروف الله ارحمه برضو انا اتكلم عن ناس اجيال ارحمه فهو عجب بشكل جسمي ومرونتي فعملي تست كده في الجول فلاقيني طبعا مش عارف بتحركش مرة الجول بتحرك شراب بدأ يعلمني ازاي اخرج ان الجول كبير غير الجول تعالي الكرة الشراب الجول الصغير فازاي تقفل الجول كرة بتبقى فين توقف فين كلام ده كله تعلمني تعلمت منه اجت كده كده من الليوي بعدين اتجي بعدين اتقول الكابتل ان حصني ليوي برضو عشان بيلعف نفس المكان كان بصير دلاج زيه فقاله على ليوي زيه بده يعلمني حدثة المرمى يقفل جون منين وقفين وتأكوره فين اطلع فين الكلام ده كله بده اخدت وقت طبعا وقت ما بده تأقلم على الجول وده تلعب مغارات في الوقت ده كان عني 18 سنة كنت بيلعب تحت 18 سنة او تحت 21 وهي الدرجة التانية ولما لقوا اني جاي لحد كويس وبانعب كويس وبقى وماشي رح مدعينيني في الشركة بتاعتنا مهين كنت بانعب في الوقت دوت دام الخطيب ومصفى عبده والنادي الاهلي ونلعب كدورة عام في الفترة دي وكان كنت بانعب في الدرجة التانية ضد الفرق اللي هي الدرجة التانية في نفس المستوى الليفل بتاعنا مبالعب 21 سنة برضه ضد النادي الاهلي اللي هم الفرقتين للنادي الاهلي برضه والزمالك والترسنة الفرقة كلها بتاع الدرجة الممتازة مبالعب الشركة تابعة تابعة الشركات كنت بانعب اربع مباراة في الاسبوع ودي طبعا المباراة دي بتجيب خيبارات كتيرة جدا لنعب المباراة بيبقى افضل من كتر التامريته للاسبوع طبعا الممارسة اهم اللعيب الكرة لازم يلعب مباراة كتير او خاصة حارس المرأة عشان كده دايما بيقوله المركز حافظة المرأة محتاج استمرارية يعني مش كل شوية دغاية بحصلة لا تغيير حارس المرأة دي خاطئ جدا انا اللي اعرفوا ان اوروبا كلها بتانهم في حارس واحد وفي رقم واحد في اثنين رقم ثلاثة والثلاثة بيتمرانوا كويس وبيقعد كده بيتعمل اللي مناعبش بيتعمل المباراة ودية عشان يقدر يكون موجود برجليه في الملعه ويقدر يتحضر فكنت ما بقى لعب الماتشاط دي جي عندنا وقتا حاب نلعب قدام الترسانة والمالك والقالية وكنت بقى لعب المباراة دي وانا في المراحل السنية دي فجي وقتا نلعب في الدرجة التانية وصلنا في كاس مصر من الدور اثنين وثلاثين ودي نادي البلاستيك في البلاستيك في شغرة الخيمة وكسبينا ماتش كبير جدا كسبنا وكسبينا 1-0 عدينا المراحلة الـ 32 وانانا دور 16 كانت ما عندين نادي السكا الحديد كبارضه فريق بلعب درجة ممتاز كسبناه في نادي الزامالك الملعب في نادي الزامالك بالنائزة لانا فروض الملعب مرى بيبقى على الفرقة معينة فانا فريقنا كان عندناش مدرجات في نادي المياه اختاروا نادي الزمالك نوع عشان المدرجات اللي عشان هو فيه جماهير لعبنا ندام الفرقة نسكة عندي بسيفناها 2-0 فعرضنا الدور الـ 16 كانت في الفترة دي 16 كان نادي الزمالك احنا كنا فرقة قوية جدا وكانت كنا ناس تعملينا 1000 حساب نادي المية ده وايضا لما عرفنا ان احنا هنا بنادي الزمالك يكون ماتش حيتزع عمل لنا مشكلة بان احنا ازاي حنلعب دم نادي الزمالك وازاي اهالينا في الشوارع عندنا في مولاء واللي عنده في مكان فوقه في التلفزيون بقى وانت ازاي حتطلع في التلفزيون فمحدش اهلنا مفيش تأهيل للكلام دوت زي دلوقتي كل حاجة اللي هي تأهيل وليها ترتيبات معينة فكلنا منبناش وكانش في معسكرات طبعا خالص نهائي دي بتيجي من البيت على النادي والنادي تتغدى ودين تلعب المتش فمحدش اختوانا في الموضوع دو فلعبنا كلنا بخوف فاتغلبنا ثلاثة واحد في المتش دو بعد كده بدأ الانظار تتاجه لي من اول ناس كلموني كان النادي الاهلي عن طريق سمصار كان اسمه سعيد التيفلي يعني الاهلي ابن الزمالك اه الاهلي هو اللي بوفوهدني الاول انا رحت بالصدفة كنت بالتمرأ في النادي المياه وانجيه اللي هو السمصار اسعيد التيتو دوت او اسعيد توتو حاجة زي كده فقالي النادي الاهلي عايزك وانا حوديك النادي الاهلي بعد ما تخلص التمرين تعالى ان روح النادي الاهلي انا كنت فاكر انه بتحك علي وما قلت سيفش مشكلة اروح اه كده كده انا راح النادي الاهلي فقرأي بايه على الاهلي هوا اوفر مواصلاته وانش معانا مفروس صبعا بجانب البيت اوفر مواصلة انها بجانب البيت اروح فعلا رحت قابلت كابتن جهر الله رحمه كابتن عز التبروس فقعدوا معايا كان عندهم تمرين الصبح في الوقت دوت فقعدوا معايا وكان اليوم معايا ان احنا بتاع اثنين النادي الاهلي النادي الاهلي هنا مكانة كويسة وانت من ضمن الحراس ان احنا كنا مرعبين وانا مدة فانت هتبقى معنا كل المشكلة ان انت هنتبدي بس نتكلم من تفاقد معايا عن طريق رئيس الشركة مكنش فيه زماني في الساعة فانا اقولت لهم اوكي طبعا العيب صغير انادي الاهلي حتى لو انت مش اهلاوي هتروح طبعا انت تلعب وتظهر روحت البيت فقلت الوالدي فقال لي ما فيش مشكلة لنادي الآري بعدين على طول تاني يوم لقيت الكابتن عليها الحمول الله رحمه عند البيت عندي فقلها تحت البيتي رح جاي بتكلم والدي عندين ابنك عندنا نادي الزمالك فطبعا بابا كان بينعب فانلعيب سرد باك في نادي الترسنة كان الترسنة والزمالك طبعا يولو زمالكاوي طبعا يولو زمالكاوي هو زمالكاوي فقال لي فقعد معايا قال لي عبوس عادل انت من اللي احسن لك انك تلعب في نادي الزمالك فقال ليه قال لي انت في النفس قريبين من سنك انت اصغر منهم اه بس هم قريبين منك ثابت وإكرامي والاتنين دول بنعبهم منتخب مصر فالمنافسة هتبقى قوية هو كده بيكلمك بقى بعقلية اللاعب مش عقلية الانتماء يعني طبعا لا مش الانتماء فقال لي لازم نفكر بالعقلية ان انت يبقى فيه مكان تظهر فيه مش تروح مكان تقعد فيه مده وتقعد بعد اكتب شغط والنحية الثانية في الوقت ده كان سامين محمد علي وكابتن هشام عز وكان فيه اشرف المنور بس ايه ساب النادي وراح ايه لعب في الامارات في فترة من الفترات كده فها وفقت خلاص وراح تقابت ان علاء الحمول اللي جاء في نفس ساعة ستة الصبح لما عرف ان أنا النادي اللي يكلمني فطبعا تسابق بسرعة بقى الساعة ستة الصبح كان موجود تحت بيت رئيس الشركة الماية المهندس خالد اتفى معها لكل حاجة وخدوا في العربية معها والوسق ويصلوا للشركة وراح مع عمليكات بينا اللي استغنى دفع الفين جنيه استغنى زائد مباراة داخلها النادي الماية جابت كم تقريبا المباراة؟ المباراة حوالي كان تذكرة كترخيصة جابت ملعبة ملع الحمد لله كانت جنين عشان يتفرجوا على عدد المأمور اللي هو رائح نادي زمالك حوالي بتاع 1,500 جنيه مع الالفين بقى هم تلات 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 فرقى عملت المطش ولعبت المطش مع الزمالك المباراة دي ضد نادي زمالك برضو مع فرد نادي الماية شوت شوت التاني فطبعا مرضوشي خلوني اروع اقف في فرد نادي زمالك فقال لي خدت انطاها الله مرحمه خدني من ايدي وففني على المدرگات تاعت نادي زمالك للجامير بيعرفني بيه خرجت خلقت رحت داخل المدير النادي في الوقت تاكف زغلط اللي ارحمه جاب الاستمرارات كانتش في احتراف طبعا هو والدي كان معي قال ليه قاعد جاب الحاجة سععة مشبرك ماشاء الله يعني حددك واحد الزمالك بيقى زاز حاجة مشبرك بس مشبرك اه حاجة سعجة الزمالك بكام بقرش ساب ماشاء الله فهم ازاي يعني شوفها دي ومضيت بقيت في نادي الزمالك ساعتها وانا بقيت في نادي الزمالك المرتب بقى كابتن اول مرتب ليك كانت اول مرتب الساعة الاول خالص اول حاجة عشرة جنيه عشرة جنيه ده بعد قد ايه بقى اول ما مضيت اول ما مضيت وعدت اتمرن شهر عشرة جنيه في الشهر عديني عشرة جنيه في شهر لكابتن لعلي الحمول ده تقريبا تقريبا دلوقتي كانت اعتبر بتاعتها مية جنيه كانها مية جنيه ايه دلوقتي مية جنيه لان زمان كان القرش القرش والتعريفة ليه قيمة تشتري بيه والخمسة الساعة كنت باخدت كنت باخدت التاكس من بولاء عشان رحل دلوقتي زمانك بانتلاقت اربعة ساعة ونصف فهمت زيك؟ ايوة كان الفلوس لها كان فلوس كليفة اعلى من الدخول لانها اقيمة غير دلوقتي الخالص دلوقتي طب بروحنا بنتكلم على الفلوس برضو اخد حداك اللي حتة كده نتخيل شوية كابتن بس سيبكم موحلتي بناشئين بقى دلوقتي خلاص كابتن عادل المأمور حبس مانوها نادي الزمانك وكابتن نادي الزمانك واللعيب الكبير عقد لعيب الكرة زماني يا كابتن في السنة يجيب كام عربية في السنة وعقد لعيب الكرة دلوقتي يجيب كام عربية في السنة هو كان في الزمالك الفئة الاولى كانتها وإلى الله علي خليل وحسن الشهات وفاروق عفر النذي الجهري وغاني كان الفئة الاولى 14 الجنيه العربية كانت بكام ساعدها كبتن العربية المستعملة وم م م مش الجديدة ان العربية الجديدة ان احمد زبتن عامد خدن العربية الجديدة في مطش الاهل وتزمالك كانت ب 16000 16000 16000 جنيه بئم بئم لا ببحい 100 جنيه في السنة لا في الشهر بитайكو الرئيب الكرة وبيت فيها�awlاء الأولى باخد 400 جنيه في الشهر. اه. طبعا من 400 جنيه مبلغ. احنا لازم نحسيبها برضو سنويا. اتفاضل يا كابتل معاك. اه. اه في عامل زي فكنت العربي عشان تجيب عربية اللي هي المستعملة اللي هي الايطالي الفيات الاحاجات دي. يعني بياخد 4000 و 800 جنيه في السنة. زبط كده. يعني عشان تجيب عربية بقى بعتاشر الف جنيه. محتاج تشتغل تلات سنين. هذا الذي عمل معاك. عندما ي فعل العربية بعد ما جاء الجون في الناد الاهلي. ينجب أن يجيب لي الجوني الاول يا الله الحمى و حسن. يجب ان يجيب عربية. فخور فاخد عربية. لما جاء年 عربية فدخل فاروق جعفر قال له انا كنت منفيرها ولازم ياخد عربية. احنا اصحنا يتشقينا وتعبنا وهو خد عربية من غير ولا اي شيء ولا دفعش جنيه ولا دفعش جنيه. ودفعه بعدها بحليم قصة شهري. يعني زمان يا كابتن اللعيب يفضل ثلاث سنين يحوش مبتبه عشان يجيب عربية عشان يجيب عربية بالوقت اللعيب مبتب السنة تقريبا ممكن يجيب مثلا نقول ايه نجيب ايه ده يجيب كل حاجة نجيب اجنس عربيات نجيب كده وده يجيب فيلا ونجيب عربية طب من وجه يتنظف الكابتن يعني ايه طبعا احنا احنا قصدنا من سؤالنا ومن كلامنا طبعا هنهزر يعني وكل عاجة بس عايزين نعرف الناس ايه الفرق بين زمان ودلوقتي الكرة زمان كانت عاملة ازاي ودلوقتي عاملة ازاي لان دايما الاجيال القديمة بتقولي زمان الانتماء كان غالب اكتر الناس مقدش بتفكر في فلوس اكتر دلوقتي لا دلوقتي كل واحد بيجي برا القرش وكل واحد عاوز يزود رصيده في البنك فبعدا حالك كلمنا عن الجزائي دي هو ده السبب السؤال من اساس غير الانتماء حب الناس جماهير انت اللعيبة كان بتحب الجمير جدا والجماهير كان بتحب اللعيبة فكان كل واحد فينا يعني انا واحد كنت من النادي كان ده راح يتقطع عشان جمير نادي الزماني يعني دي قصة تانية خلي بالك ايه واحتلن احنا احكي لك بعد بس ما نخلط يعني احنا كنا عندنا اتماء للنادي بتاعنا زائد جماهير جماهيرنا انت بتلعب عشان الجماهير حب الجماهير ليك وتشجيع الجماهير ليك دي بقى اهم من الفلوس عندنا كادا عندنا احنا كنا فيها سوري كناش بنا ملايين فلوس نروح ان نروح التامنين كنا بناخدها ماشي حتى في نادي الزمالك الفلوس كادت قليلا كنا عندنا اهلينا برضو ما انت مش حد تاخد الربعمائة جنيه وتسيب اهلك صح لابدت اهلك واخوتك يعني انا جوزت اخواتي وبنات واخوية اللي بتحت مني من فلوس النادي الزمالك ربعمائة جنيه اللي انت بقى جيب بالاست وبعنسة ودفع قصة عشرين جنيه تلاتين جنيه خمسين جنيه في الشهر عشان اقدر اتسعاد اهلي موانا انا مش هاد اتكلم عن نفسي بس فموضوع العربيات والحاجات دي والانتماء شيء غير دلوقتي النهاردة انتماءك للي هيدفعلك اكتر احنا شوفنا عبدالله السعيد وشوفنا رمضان صبحي والناس كلها والعيبة كتير دلوقتي الفلوس اهم يعني كل واحد دولة كان عنده طموح طموحه انه عنده عايزي بمعه فلوس فدلوقتي الفلوس هي العملة اللي بتتكلم دلوقتي في الملاعب كلها دلوقتي